ثم السفير ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد في القاهرة عملا وذلك بعد وصوله أول أمس الخميس حيث يستعد لتقديم أوراقه لرئيس الجمهورية لاعتماده رسميا كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة وليبدأ في تولي مهام منصبه رسميا خلفا للسفيرة السابقة آن باترسون مهمة صعبة تنتظر السفير الأمريكي الجديد ستيفن بيكروفت بعد وصوله للقاهرة فالعلاقات المصرية الأمريكية تمر بمرحلة معقدة منذ ثورة السلاسين من يونيو بدأ بتوتر كبير لموقف إدارة الرئيس أوباما السلبي من الثورة وتحولت إلى موقف مترقب أكثر إيجابية بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع أوباما في نيويورك في سبتمبر الماضي مقعد السفير الأمريكي بالقاهرة ظل شغلا لأكثر من عام منذ انتهاء خدمة السفيرة آن باترسون بالقاهرة في السلاسين من أغسطس من العام الماضي وظلت السفارة يديرها قائم بالأعمال وهي أطول فترة لغياب سفير أمريكي عن القاهرة السفير الأمريكي الجديد روبرت ستيفن بيكروفت له خبرة في شؤون الشرق الأوسط فقد عمل سفيرا في الأردن ما بين عامي 2008 و2011 وانتقل في العام التالي ليشغل منصب السفير الأمريكي بالعرق ومن المنتظر أن يكون ترميم العلاقات المصرية الأمريكية الملف الأول الذي ينتظر السفير الجديد على مكتبه بالقاهرة في ظل حديث الحكومة المصرية الدائم عن لا إملاءات على مصر من أي دولة ورغم التحسن الجزئي في العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلا أن حديث أمريكا المتكرر عن أوضاع حقوق الإنسان وآخره ما ذكره أوباما في مكالمته للسيسي عن قلقه من إجراءات المحاكمات يظل أبرز نقاط الاختلاف بين البلدين في ظل طباط تقديم الدعم العسكري واتخاذ الكونجرس لقرار بتقليص الدعم الاقتصادي لمصر